دكتور في ناس بتقول تاريخ ايه؟ ده الدنيا سهلة ده المذكرات والذكريات ده انا قريت تاريخ مصر من مذكرات فلان ولا مش عارفة بانتخلتي قبلت مين فحكيت لي حكاية ذكرياته المذكرات والذكريات والصفحات اللي بتقول على روحها صفحات تاريخية بحكي لكم حكاية والموسعات اللي على الانترنت اللي هو يحط كأنها موسوعة علمية دي كلها مصادر تاريخية او جزء من تحت شعار او تحت العنوان الكبير التاريخ ولا ايه دي؟ لا مش تاريخ لا؟ لا مش تاريخ خالص مال دي ايه؟ دي مادة علمية بالنسبة لنا خام خام؟ خام يعني المذكرات اولا والذكريات المذكرات تختلف عن الذكريات ايوا المذكرات اللي هو واحد كتب وما كانش يعرف ان احنا هنقراها ايوا زي مذكرات سعد زغلول وغيره بقى اللي هما كتبوا اثناء وقوع الحوادث اي انا رجعت النهاردة كنت بكتمع مع فلان رجعت مدايق جدا انا كتبت كذا وبيكتب اسرار اسرار ما كانش يقتل على باله انه جمال هيشوف الكرسات دي بعد كده اوكي دي ممكن شوية تبقى مادة علمية جيدة لكن فيها برضو التزوير وفيها المبلغة والنحياز الشخصي والتبرير وفيها الانا الانا لتبص تلاقي في الصفحة الوحدة وانا عملت وانا كان رأي وانا قلت وانا 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 احنا هنا بناخد دي مادة خام مش تاريخ عمرو موسى كتب مذكراته عبلطيفة بغدادي كتب مذكراته حسن عزت السادات كتب نجيب كتبولو كنت رئيسا لمصر وكلماتي للتاريخ دي مشكلة تانية بقى الذكريات هنا بتكتب لما يوصل سبعين سنة ولا حاجة يفتكر بقى انه يكتب حاجة ممكن يكتب ذكريات هنا بقى النسيان ممكن يؤدي لمشاكل كثيرة جدا او برضو نفس العيوب التبرير والتزوير والمبالغة وما الى ذلك كل دي مادة خام عندنا ما نقدرش ان احنا نعتبرها تاريخ ايه اللي بنعمله حضرتك بقى ممكن علشان اكتب ومعنديش مادة وثائقية في الموضوع اللي انا هقولك عليه ده تنظيم الضباط الاحرار عشان اكتب وانا يعني عندي كتاب حينزل عن التنظيم فعشان اكتب بجيب كل المادة العلمية دي وامارس عليها البحث العلم افككها وانقضها وبعدين اعيد تركيبها وبعدين اخذ الصادق منها واخارنها وبعدين اقترب من الحق يعني بتجيب كل اللي كتب ده طبعا وبالبلدي بتغربله بالزبط كده يعني لو واحد قالك مثلا فيه مظاهرات فيه تظاهرات 25 يناير فيه طيارة كانت فوق في مدان التحرير وكانت حتضربنا بالقناة ايه وكتب في مذكراته كده وهو شاف طيارة فعلا وكتب كده ايه حضرتك بقى دي تبقى دي تبقى دي تبقى رواية تاريخية ولا تقضى على النقد العلمي بالزبط ونقعد نشوف الروايات ونقول لا ده اصلا كانوا بيصوروا مثلا يعني نعيد قراءة الحدث التاريخي لكن كيف رأاه هو شاف ايه وحس بايه وعمل ايه وليس بالضرورة الحقيقة طبعا ممكن واصلو كمان اللي هو بيكتب مذكراته ده بيكتبها من ساوية واحدة مش شايف البانوراما اللي حواليه فهو عيونه هو بس طيب يا دكتور تاريخ مصر من يكتب تاريخه عندنا لجنة علمية او هيئة علمية او هيئة علية منوط بها كتاب التاريخ مصر يعني بتوثق بتسجل بتعودوا مع بعض وتختلفوا وبعدين تستطيع يعني ولا التاريخ عملية مفككة كل واحد بيكتب في حتة وإحنا بقى رزقنا على الله لا مش كده طبعا أولا هو التاريخ لا يكتب بأمر لا ما بتكلمش عن أمر يعني ما فيش حكومة تؤمر بكتابة التاريخ وغير مقبول ده لكن إيه المانع إنه يبقى فيه توجيه لجمع مادة علمية حوالين القضية دي لكن الكتابة نفسها دي الأسازة المحترفين اللي تعلموا في الجامعات المصرية المختلفة أو حتى اللي تعلموا بره وجم دول مفروض إنه هم بيدرسوا أربع سنين وبعدين يدرسوا تمهيد ماجستير وبعدين بيعملوا ماجستير أربع سنين وبعملوا دكتوراه هو بيتعلم هنا منهج البحث التاريخي وبيتعلم طبعا معارف تاريخية كتير وبيتعلم مهارات وأدوات بيمتلكها عشان يشتغل في الحدث أي مش هيحكيه هو بيشتغل عشان يوصل ليه العلة زي ما احنا اتفقت فدول المؤهلين إنهم ما يكتبوا الجامعية التاريخية هل بتعود كده بتعودوا مع بتقولوا والله هذا الأمر عايزين نشتغل على المنطقة دي كلنا أو المجموعة دي بحيث إننا نستقر نطلع منتج منقح وعلمي وله درجة كبيرة من الرزانة الموضوعية بحيث يبقى هو خلاص كده محادش هيكتب تاني أو أي حد يكتب تاني لا أنا عندي مكتوب في ده بحيث محادش خلاص ما ينفعش عملنا كده عملته كده من أسات زيتنا من زمان من أول ما تأسس الجامعية التاريخية في مؤلفات موثقة حول قضايا معينة بيتم الاتفاق على إنه مثلا عايزين ندرس موضوع الأرض والفلاحة ففي دراسة قيمة جدا عن الأرض والفلاح في الجامعية المصطية دراسات تاريخية عملها أسات زيتنا عايزين ندرس مثلا موضوع متعلق بحرب اكتوبر فيه عايزين ندرس أزمة السويس عندنا بيبقى فيه مؤتمر وبعين نجمع الأوراق العلمية في المجلس الأعلى للثقافة عندنا تجربتين في المنتهى الأهمية الكتاب اللي هو اسمه الكتاب المرجع في تاريخ مصر الحديث والمعاصر والكتاب المرجع في التاريخ الإسلامي وسمناه كتاب مرجع لأنه جمع مجموعة من دراسات العلمية القيمة تحت إشراف أسات زيتنا فيه في الجامعية في المجلس الأعلى أسف للثقافة كمان الموسوعة العظيمة اللي عملناها حول فلسطين موسوعة عظيمة مصر والقضية الفلسطينية لازم أطلع فاصل تفضل وهرجع أكمل مع حضرتك هذه المنجزات العظيمة نطلع فاصل ونرجع نكمل لقاءنا وحديثنا حول من يكتب التانية